وفي ذات سياق قال عبد الحكيم ودي أستاذ تسوية النزاعات الدولية قال إن الوضع في قطاع غزة كارثي ويتعرض لقصف على مدار الساعة مضيفا أن الأمل معقود على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الوضع في قطاع غزة ووضع كارثي يتعرض إلى عدوان إسرائيل وقصف يومي مستمر حتى اللحظة منذ 12 يوم دون مراعاة المدنيين والأماكن المدنية والمستشفى وهذا ما حصل مؤخرا يوم أمس عندما قام الطيران الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني بعد أن قام جيش الاحتلال بتعذير مدير المستشفى بأنه سوف يقصف المكان وفعلا قصف هذا المستشفى قبل اليوم من الفاجعة والمجزر التي ارتكبها وتسببت بقتل أكثر من 500 شهيد ما بين طفل وامرأة وشيخ وإضافة إلى الإصابات بالطبع الوضع ما زال متوتر الوضع ما زال ساخن وعلى صفيح ساخن ونحن ندعو إلى عدم قتل أو استهداف المدنيين من الطرفين ونتمنى أن يتم الوصول إلى وقف إطلاق النار الآن قبل غدا